أهلا بكم مشاهدين الكرام استقبل دكتور مصطفى مدبوني رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أعضاء فريق التنظيم الخاص بحفل إفطار الخامس عشر من رمضان في المطارية بمحافظة القاهرة الذي تمت إقامته أمس الأول للعام العاشر على التوالي وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورحبا رئيس مجلس الوزراء بمنظيم الإفطار معربا عن تقديره للجهد الكبير المبدول من أجل تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة التي يشارك فيها الألاف من سكان المنطقة بالمطارية وغيرها من المحافظات وأيضا من مختلف الجنسيات والأديان مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة كما تعبر عن رهد التعاون التي تميز المصريين بشكل عام وخاصة في أوقات الأزمات والمناسبات كل ذلك يزيد من أواصر المحبة والأخاء وتسود روح المواطنة بين الجميع وعرب دكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للقاء منظيم إفطار الخامس عشر من رمضان في المطارية التي تعد مبادرة عظيمة تعكس مدى أصلت هذا الشعب وحضارته مؤكدا أنه تابع العديد من المواد الإعلامية عن حفظ إفطار المطارية من صور وفيديوهات والتي أظهرت التلحم الذي جمع كل طوائف الشعب المصري خلال هذه الفعلية أشر أيضا إلى أن المشهد الأروع في هذه الفعلية هو دور الشباب وتاقتهم واعتزاز أبناء المطارية بهذا الحي وتوجه مدبولي لهم بالشكر نيابة عن الحكومة على المبادرة داعيا إلى مواصلة تنظيم هذه الفعلية حيث أنها تحمل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدي وقدر على صنع أي شيء وتنظيم وإخراج فكرة بشكل أروع ما يكون وبصورة تناقلها العالم من جانبهم عبر منظم احتفالية إفطار الخامس عشر من رمضان في المطارية عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على حفوة الاستقبال والترحيب بهم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدين أن هذا الاستقبال يحمل تقديرا معنويا كبيرا لديهم ويزيدهم إصرارا وتصميما على مواصلة هذا العمل بالمساعدة في إفطار آلاف صائمين كل عام الذي يشارك فيه أهل المنطقة من مسلمين ومسيحيين أوضح أيضا منظم حفل الإفطار السنوية أن حفل هذا العام استقبل أعدادا كبيرة من مختلف المحافظات وتحت شعار اللم الفلوة شارك عدد من الشخصيات العامة مشيرين إلى أن الأمور أصبحت أكثر تنظيما بفضل الخبرات التي اكتسبوها خلال الأعوام الماضية حيث أصبح العمل مقسما على عدة لجان بحيث تختص كل لجنة بمهمة معينة فهناك لجنة خاصة بطهي الطعام وأخرى منظمة للحفل وثالثة لتوزيع الوجبات بجانب لجنة تزين الشوارع وغيرها من اللجانة إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل استقبال رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدريات الجديدة أعضاء فريق التنظيم الخاص بحفل إفطار الخامس عشر من رمضان بالمطرية بمحافظة القاهرة الذي تمت إقامته أمس الأول للعام العاشر على التواليد بكل تأكيد نوافع حضراتكم بكل ما هو جديد في هذا الشأن وشكرا جزيلا على هذه المتابعة الطيبة وإلى اللقاء